سيدنا أبو هريرة كان من الصحابة الكرام اللي هم كانوا من أهل الصفة وإحنا عرفنا قبل كده إنه أهل الصفة دولة جماعة من الصحابة كانت حالتهم يعني شوية فيها احتياج وفيها فقر وما إلى ذلك سيدنا أبو هريرة حصلت لي قصة طريفة جدا وعجيبة جدا بيقول إيه؟ إن أنا في يوم من الأيام يعني بلغ بيها الجوع مبلغا فخرجدوا على الطريق طلع كده في الشارع فمر علي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليطعمني يعني لما أنا شفت كده سيدنا أبو بكر قلت له والله أنا بسأل عن الآية الفلانية وأنا في داخل كده يعني بسأل أبو بكر مش علشان يجاوبني ده علشان كده يشوف آثار الجوع في وشي فيقول طيب خلاص يا أبو هريرة تعالى يعني نتكلم في البيت وإيه؟ ونتغدى مع بعض فأبو هريرة بيقول فمر ولم يفعل يعني ما سألته إلا ليطعمني فأجابني ومر ولم يفعل يعني مفهمش أنا عايز إيه بالضبط فجاء عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر ولم يفعل برضو مفهمش أنا عايز إيه؟ بيقول بقى فأعد فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلي فسألته عن آية من كتاب الله فتبسم دي حج بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعرف سيدنا أبو هريرة عايز إيه بالضبط قال فتبسم ثم قال لي يا أبا هر الحق يعني تعال ورايا ويا أبا هر دي باللغة العربية الفصحة كده الجماعة بتوع اللغة يقول لك ده إيه أسلوب كده من أسليب اللغة والنداء اسمه الترخيم إنك يعني تحذف آخر المناد قال له يا أبا هر الحق يعني تعال ورايا قال فذهبت معه إلى بيت إحدى زوجاته الكريمات فأذن لي فدخلت معه هنا بقى يجي الموقف الطريف بتاع سيدنا أبو هريرة بيقول إيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عندكم من شيء عندكم يعني كده أكل ولا حاجة نشربها ولا أي حاجة فأتوا له بقدح من لبن كباية كده كبيرة شوية فيها لبن فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال اذهب إلى أهل الصفة وادعهم لي قال أبو هريرة فقلت في نفسي وهو ماشي بقى في الطريق عشان ينتهى أهل الصفة فقلت في نفسي وماذا عسى أن يفعل هذا اللبن في أهل الصفة دول أهل الصفة اللي أنا هجيبهم دولا ستين سبعين واحد وده كباية صغيرة لقد كنت أحق أنا بهذا اللبن لأشربه يعني ده أنا هموت من الجوع فأنا يعني محتاج قوي إنه أنا كنت أشرب اللبن ده بدل ما روح أجيب الناس الكتير دولا كله بعد كده بيقول إيه ولم يكن من طاعة الله ورسوله بد شباء هنا الأدب مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه حاجة هو نفسيا وداخليا مش قبلها ومش عايزها ومش على رغبته ولكن امتثالا لأوامر سيدنا رسول الله نفذ الأمر وراح علشان ينادي أهل الصفة قال فجاءوا ودخلوا ستين سبعين واحد واللي معنى إيه كباية لبن فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ يا أبا هريرة واسق القوم فيقول أبو هريرة فجعلت أمسك القدح الكباية وأعطيها لكل رجل فيشرب ثم أعطيها للآخر فيشرب ثم أعطيها للآخر فيشرب حتى شربوا جميعا ورووا دولا مش شربوا بس دولا كمان ارتووا يعني شبعوا قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلي وقال يا أبا هرر قلت لبيك يا رسول الله قال لم يبق إلا أنا وأنت قلت أجل يا رسول الله قال فأعطاني القدح فقال يا أبا هر أقعد واشرب قال فشربت قال شرب قال فشربت قال أبو هريرة فما زال يقول لي اشرب وأنا أقول له فشربت حتى قلت والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا ياه ده أنا خلاص مش قادر ده أنا كده يعني ايه شبعت كده خالص يا سيدنا النبي أنا مش قادر خلاص أشرب تاني قال أبو هريرة فأخذ رسول الله مني القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضله كده انتهت القصة هتقول لي يا جمال سيدنا النبي ويا جمال صحابة سيدنا النبي أقول لك قبل ما نتكلم عن الجمال والعبر والمواعظ اللي في القصة دي خلي بالك انه قدح صغير يكفي دولة كلهم وهم مش أقل من ستين سبعين واحد هنا في معجزة من معجزات سيدنا رسول الله بيسموها تكثير الطعام يعني تكثير الطعام يعني الطعام يكون طعام أليل أكل أليل لكن ببركة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وببركة يده الشريفة يصير هذا القليل كثيرا حصلت وحدة تانية برضو برضو مع سيدنا أبو هريرة بيقول انه أنا في يوم من الأيام أعدت تلات أيام ونجعان ففي مرة رحت لقيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو برضو قاعد مع جماعة من أهل الصفة لكن جيت في آخر الأكل والقصعة اللي هو الطبق الكبير اللي كانوا بيأكلوا منه خلاص كان الأكل انتهى فعرف رسول الله أني جائع قال لعد يا أبو هريرة قال فجلست قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة الأكل المتبقي في اللي هو إيه في الحواف يعني كده بتاعة القصعة على الحاف اللي هو متبقي في الطبق قال فأمسكه فصار لقمة لقمة واحدة قال فأعطانيها رسول الله لآكل منها فوالله لقد جعلت آكل منها حتى شبعت وهي لقمة واحدة ده برضو يدخل في دائرة دائرة المعجزات اللي احنا بنسميها تكثير الطعام وهذا من المعجزات الثابتة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه قصص كتير وحاجات كتير شبيهة بالحاجات دي اشتركوا في القناة